السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزئية رقم 7 من الفصل الثامن هنتكلم عن الائرن آيان الكربايت ولكن في هذا الواقع أو في هذا الجزئية سنتحدث عن الرياكشنز التي تتم بداخل الائرن آيان الكربايت ده يجرع في الحقيقة عمدي 3 رياكشن كما نرى يوتكتويد، يوتكتك، وبريتيكتك اليوتكتويد بيحصل عند درجة حرارة 723 حيث تتحول الأوستنايت تتحول إلى ألفا زائد F3C بالتبريد البطيء أما بالتسخين فإنه يحدث العكس أما اليوتكتك فيحدث عند درجة حرارة 1130 درجة ماوية حيث يتحول الليكويد إلى جاما زائد F3C أما البروتكتك والذي يحدث عند حوالي درجة حرارة 1492 فإنه الألفا، الدلتا زائد ديكويد يتحول إلى جاما كما سنرى بالتحليل بالحقيقة المنظر الآتي أو هذه الشريحة تباين الرياكشنز في الأيرن آين الكرباية دياجران وقلنا عندي درجة حرارة 1492 درجة ماوية فإنه يحدث تفاعله يسمى بريتيكتك رياكشن مع نسبة كربون عندي لو كربون اللوي بيحصل إيه؟ بيحصل أنه عندي لكويد زائد دلتا بالتبريد يتحول إلى جاما والتسخين يتحول إلى العكس حيث أن هذه التفاعلات تعتبر تفاعلات عكسية أي تسري في الاتجاه المقابلين أما عند درجة حرارة 1130 درجة ماوية يحدث تفاعله يسمى ايو تيكتك مع نسبة كربون أو عند نسبة كربون حوالي 4.3% كربون وهذا ما يسمى الكاستا اير حيث أن الليكويد بالتبريد يتحول إلى غاما زائد F3C أما بالتسخين يحدث العكس أما التفاعل الأخير فيحدث عند حوالي من 723 إلى 727 اسمه ايو تكتوين عند نسبة كربون حوالي 8.10% كربون بيديني أو بلاحظ أن الجاما تتحول بالتبريد إلى ألفا زائد F3C أما بالتسخين فإنه يحدث العكس